بسم الله الرحمن الرحيم محادثكم استاذ ياسر محمد نجيب من بداية استاذ شريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية دعوة الطلاب للانضمام لفصلك الدراسي في الفيديو ده هنشوف ازاي نقدر ندعي طلابنا للانضمام للفصل الدراسي حاليا نحن موجودين على فصل من الفصول في عندك اكتر من طريقة لدعوة الطلاب للفصل الدراسي الطريقة الاولى هي عن طريق الكود بتاع الفصل الطريقة ديت تقدر بانك تاخد الكود كوبي زي ما ذكرنا قبل كده ولحتفظ به في ملف اكسل فتبدأ انك تبعت الكود ده عن طريق ادارة المدرسة او عن طريق اي وسيلة للطالب ولكن الكود ده ما ينفعش بانك تشيره مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك او اي موقع تاني حتى لو على موقع المدرسة لان اي واحد هيوصل للكود ده هيقدر بانه ينضم للحساب بتاع الفصل ده سواء كان طالب او سواء كان معلم في خطوة تانية جميلة تقدر تستخدمها وتستفيد منها بانك تنزل البيان نصيحة انك دايما اثناء نشاء الفصل لاول مرة تاخد نسخة من الملفات ديت وتحتفظ بيها بعد كده تكون موجودة معاك النسخة ديت للمستقبل على سبيل المسال انا هنزل نسخة من البيان ده اللي بانه في فصل تجريبي لغة عربية صاحب الفصل فلان الفصل ده المقدمة بتاعته كذا الرمز بتاع الفصل كذا ازاي يقدر يستفيد وليه الامر او الطالب من الانضمام للفصل ده او ازاي يقدر يدخل للفصل ده في نفس الوقت الاستمار ديت بتعرض لك التطبيقات الخاصة بالمنصة الالكترونية ادمودو بان لها تطبيق خاص على ابل ستور وعلى بلاي ستور وعلى مايكروسوفت ستور يبقى دي الطريقة الاولانية عن طريق الكود الطريقة التانية ولازم يكون الكود سري الطريقة التانية عن طريق تنزيل البيان طبعا في حالة لو الكود اتعرف انت تقدر بانك تعيد تعيين الرمز بس بالنسبة مثلا للعاملين في التربية والتعليم لو الفصل ده مملك للتربية والتعليم انت ما تقدرش بانك تغير الرمز لانك اخترت بيه الادارة واخترت بيه الوزارة واخترت بيه المدرية فما ينفعش بانك تغير الكود فحافظ على الكود بتاعك بشكل كويس الطريقة التالتة للدعوة ازاي الطالب ينضم من الفصل بانك من خلال دليل المدرسة الخطوة ديت مش هتبان للكل بس هتبان مسلا عند حسابات المسؤول عن المدرسة انت عندك طلاب في مدرستك في الوقت الحالي الطلاب دول بيدرسوا في في المدرسة بتاعتك لكزا سنة فبالتأكيد البيانات بتاعتهم هتكون موجودة عند ادارة المدرسة فهتقدر بقانك تكتب اسم الطالب وهيزهر لك الطالب بعدين هتضغط دعوة ممكن الطريقة الرابعة لدعوة الطلاب للانضمام بانك تدعوهم عن طريق البريد الالكتروني في الحالي الساعة دي لو الاسم متسجل عندك مسبقا هتقدر تكتب اسمه لو الطالب ده ما هواش متسجل عندك مسبقا تقدر تكتب اسمه وتكتب الايميل بتاعه ولكن الطريقة دي مرهقة افضل طريقتين لدعوة الطلاب للانضمام عن طريق الادمن بتاع المدرسة ولكن هنا هيبقى في ضغط عليه او موجود عليه والطريقة التانية بتاعت الكود ممكن مثلا تبقى تنشر الكود في سجليات الطلاب او في ورقة مطبوعة للطلاب ولكن ما تنشرهاش بنأكد ما تنشرهاش على اي موقع من واقع التواصل الاجتماعي بالشكل ده هيبقى طلابك خلاص اخدوا دعوة للانضمام لفصلك شكرا لحضراتكم واتمنى للجميع كل التوفيق شكرا لحضراتكم